ليست اربيل بمنأة عن بغداد فالرقابة بالعين الدولي على معادلات السياسة والاقتصاد تمعن النظر في التفاصيل المخفي منها والمعلن ومن جديد تتحرك تقارير امريكية بحديث ولد انفجارا في الشارع السياسي الكردي بعنوان اقليم كردستان بيت من ورق مقاربة لوجود صراعات بين اقطاب سياسية ابرزهما الحزبان الكرديان الديمقراطي والاتحاد وما وصفه تقرير صحيفة كريستيان مونيتور الامريكية بفساد اضر بمشوار التقدم والازدهار التقرير تحدث عما وصفه بحقيقة تعرف الشوارع اوقات الاحتجاجات على الظروف الاقتصادية وما لم تستطع نهضة العمران ان تحقيقه لهم من مطالب وحقوق الحزب الديمقراطي واجه تلك العنوين الصحفية الامريكية بالتأكيد على ان الاقليم شيد من نتائج دماء الشهداء في الاثناء فان ثمت قضايا عالقة منها امن سنجار والانتهاكات التركية والايرانية على حد سواء للحدود والمناطق العراقية في الشمال يضاف الى هذا انتظار انتهاء الملفات العالقة بين بغداد واربيل كل هذا يرى بالعين المجردة ويسمع علنيا على طاولات المباحثات التي لم تتوقف منذ سنوات في سبيل الوصول الى حلول جذرية يبحث الاقليم من خلالها عن استقرار سياسي واقتصادي وامني فيما يرى مراقبون ان تأزم ايجاد حلول لابرز تلك القضايا يأتي نتيجة استمرار الصراعات السياسية في الداخل الكردي وهو ما يطفو على السطح بقوة عند اقتراب مواسم ديمقراطية كالانتخابات بالشقيها المرتبطة مع حكومة بغداد او المتعلقة بالبيت الكردي الكردي حديث يدعو سياسيون من خلاله لا ضرورة اعادة الحسابات خشية ان لا تتصاعد رائحة الخلافات وتطفو على سطح التوتر من جديد اشتركوا في القناة